اشتركوا في القناة ثلاث مرات استلم استبيان وبيان مرأي في أطاريش للدكتوراه ثلاث مرات خلال شهر وانا بين محرج اقول الحقيقة ما اقول لان دائما العظل يزعل من الحقيقة لا يريد الحقيقة يريدها كوية حتى لو ذلت راح اقتل لي واحد يقول ايه ممتاز راح اقتل الله يقبل واخر استبيان جاني شفت ان هذا الاستبيان يؤشر بان الاطروحة ستكون ضعيفة جدا جدا اطروح الدكتوراه ليست تقرير بكالولوس صفرابة تربية رياضية بكالولوس اطروح الدكتوراه تعني الكثير تعني ان تكون رصنة موزونة تستحبث اجابات عن اسئلة تظهر كل يوم في الفعالية سواء في التدريب او في اللئب او في التسويق او او الادارة او 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 كرة غيرت لان انا لا احنا اللي انزلنا نكتب عن الماضي كرة الماضية غير كرة وكل الألعاب الرياضية فرقية وغير فرقية دخل عليها تطويرها فأرسل لي رسالة دكتور يعني أنا طموحك تواضعك بس ما أجبت نصرح مصعاش يوم فأكتبت له بكثة هل تريد الحقيق أنا ما أجبتك لأن الاستبيان يعني وصلني مسبقا إلى نتيجة بأن الأطروحة ستكون ضعيفة ما أحب أن تكون هناك أطروحة الدكتورات تبحث فيه ثلاث نقاط بسيطة جدا معروفة يعني يعني الأطروحة تجيب عن سؤال أو أسئلة تجيب الأرقام من خلال تجربة ميدانية من خلال داتا من خلال تحليل نتائج فقال لا ما أسأل شنو مشكلة؟ قلت له هاي مشكلة هاي مشكلة قلت له بس هذا مو للنشر يعني يعني إذا أكتب لك أنت تكتب لي ومو للنشر قلت له لو لا خوفي أن تنشر كلاني كان سجلت لك أصالة صلتية يعني أنا ما حب أكتب أحب أصالة صلتية قلت له شوفه بالكرة القديمة بالألف وتسعمية تقريبا بالثمانينات القرن الماضي كان هناك كتاب يبحث فيه نقطة بسيطة أثناء اللعب وهما الفترة الزمنية التي تكون الكرة مع كل لاعب من لاعبي الفاهم في حيازة لاعب واحد والفترة الزمنية اللي يكون اللاعب بها بدون كرة حددت أصلا ليش لأن أنت لما تأخذ الفترة الزمنية اللي تكون الكرة فيها مع كل لاعب طبعا ما نزيد عن دقيقتين دقيقتين نص حسب الدراسة الأخيرة في بواسطة جاري سيوز اللي أنا وضعت فصل منها في كتابي تدريب التكتيج قديم كتابي بالتسعينها الصدر الآن لم أجد أحد يعيد بحث هذه الظاهرة أبدا لأن الكرة بالزمن اللي قالوا بي أن الكرة مو أكثر من دقيقتين أو دقيقتين ونص تكون مع كل لاعب من الفريق أثناء تسعين دقيقة من اللعب والباقي اللاعبين يتحركون بدون كرة شي زون يتحركون بدون كرة هي روح اللعبة بدون كرة يتقضون قرارات بتقديم إسناد بزيادة الضغط على اللعب إلى الركض إلى جهة المخالفة بأمشيه والإسناد بمحاولة السحب الخصوم بمحاولة يعني يسهم كل شيء ممكن بدون كرة اللي مطلوب منه لم أجد باحث تطرق إلى هذا الموضوع وأحيى الدراسة السابقة التي لو قرئت بدقة لوجدها القارئ من أحسن الدراسات بالعالم اللي هي بيها من ضمنها كيف تسجل الأهدام بعد ثلاث مناولات أو أقل وفوق ثلاث مناولات وأكثر هم دراسة عظيمة فريدنا أن نعرف إحنا بالكرة الحديثة إيه صار فرق بين حيازة كل لعب على الكرة يعني الكرة تكون دوري 90 دقيقة دوري 90 منتز رقم داعش ورقم عشر ورقم عشر توقع الأفصائيات كانت توقع بالعين المجردة وبساعة التوقيت مثلا أو بالعاد الحين أي سوفت فوير متقدم تشتريه وتعرض بأي مباراة مسجلة على فيديو وتطيق نتائج شيء تستفيد منها في أطروحتك التي ستكون قيمة أكثر مما موجود في أطروحتك المرشحة التي أرسلت ليها أرسلت الاستبيان ف إحنا بحاجة إلى ناس تشتغل ميدانيا حتى يكون تكون أطروحة اقتصادية شنو اقتصادية؟ ما ترمى على الرفق في المكاتب وإنما تكون مرجع لمدربين مختصين زين دارسين أكاديميين كثير من الناس فتكون مصدر سمين يستفيد من الباحث الآخر في المستوى هذا إذا كان هناك اعتقاد واحد يعتقد أنه هاي بس يقول رقم دعش أدى دقيقة ونص هذا لا 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 هاي النتائج اللي راح تطلع راح تعطيك كثير دلائل عميقة على ما يفعل اللاعب من صح وخطأ مع الكرح تنطيق دلائل كثيرة أن الخطأ الذي فعل اللاعب هو ليس بسبب اللاعب الحائز على الكرة وإنما بسبب زملاء رغير حائز على الكرة وتعطيك إمكانية التشكيل في أن يكون ملائم لهذا الفريق وملائم لمستوى البدني وملائم لطريقة لعبة مباشرة أو بناء وهكذا تخرج نتائج عجيبة ف دعش لعب عندي أخذ لي عشرين مباراة وأخذ أداء الدعش لعب اللي يجعبون المباراة خلال تسعين دقيقة أو البدلاء ما أعلم خلال ثلاث دقائق عشر دقائق محج دقيقة وأشوف هذا اللاعب كم مرة تكون الكرة معه والسوة دحرج ناوت صور زين وقف الكرة وانتظر إسنان زين لعب دبل باص لعب كذا فتطلع عندك داتا تحليلية ممتازة نحن مثل ما يقول تفصل لك الأداء الفني والخططي والبدني خلال تسعين دقائق سوي هذا والغذيك إذا كان بالإمكان قال أتنقع شوية المشرف دكتور قال المشرف المفترض بما يقبل على أو اللجنة العلمية تكون ما تقبل على عنوان الأطروحة الأول عنوان بداي موجود على الإنترنت وفي الكتب الإجابة على التريد السوي موجود يعني ما رح تسوي شرع تأخذ من الإنترنت والكتب كذا تضع في طرعتك تأخذ الدكتوراه وتصبح مثل الذين أخذ الدكتوراه ولم يفتح أحد رسائلهم أبدا بخت موجود في مكتبات الكليات والجامعة فمو بسائل لم يستفيد مدرد منه لم يستفيد باحد منه لأنها كانت تحصيل حاصل فحتى تبطي قيمة لدرجة الدكتوراه ودرجة الدكتوراه تأطيك أنت كشخصية قيمة ابحث في موضوع مهم بوحث سابقا قبل 30 سنة أو أكثر والآن والآن أنت تريد تبحث به تشوف هل صحيح أنه هناك تطور في كرة القدم والتطور يربطو بنقطين وزيادة السرعة لا أقصد بها سرعة اللعب وأنا سرعة الركل وأنا سرعة الفعاليات فنية وخططية وذهنية وبدنية هل التطور هذا والحداثة في كرة القدم أثرت في زمن حيازة الكرة لكل لاعب من الفريق خلال 90 دقيقة توكل على الله كان فرحا واستبشر خيرا وأرجو أن يستبشر المشرف خيرا أنا أضع تمارين أركز عليه هاي الأيام كثير لأن فترة الكورونا ظهر ما راح تنتهي فنحتاج إلى مادة فأظهروا الكرة لأن كل شيء بدني يتعلق بالكرة خلال المباراة فأنت أكل أعيب عند أكرة وأكوا بقية لاعبين مع تنبور لكن مؤهلين لأن تجيب من الكرة بعد أن يكون مجموعة من الفعاليات البدنية داخل ساعر كورو السريع ركب الخلف ركب الأمام قفز على كرة مشتركة انطلاط السريع لجهة اليمين مثلا هاي الحركات اللي يستطيع اللاعب كوروات القدم زين يستلم الكرة ويدحرق سريع زين يدحرق من خلال لاعبين أو يركض من كرة خلال فراء وهكذا فأنا أستبشر خيرا بأي مدرب من مدربي اللياقة البدنية أو المدرب الأساسي يطلب من مدرب اللياقة البدنية يقول يومين إليك بالأسبوع تسوي لتدريبك اللياقة البدنية مع الكرات يومين بس لأن تدريب اللياقة البدنية في كل لعبة بدون كرات مهم جدا جدا لا يأخذ عليها كلامي أنه أنا بس أركز على تدريب اللياقة البدنية يومين مع الكرات لا لا مرتين بلس وإذا مر لا بأث جيد هذا واحد فأني أدي مجموعتين من اللاعبين وأمامهم أدوات رياضية هذه 20 في 20 يار ليس أكثر يبدأ اللاعب رقم تلافل يبدأ على الموانئ الواطئة جدا بالرقب السريع رقب السريع يعني أجبر الرجين على رفع الركبة أكثر مما في الركض على سطح المستقي فأم بام 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 رقب السريع مستطيع عند الانتهاء يلعب مع المدرب مدرب يأتي كرة يأتهل المدرب ثم ينتقل إلى رقب المتعرج على الأقمع تاك 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 سريع ثم يدخل على المدرب الثاني مدرب يأتي كرة المدرب الثاني يرد للكوري إذا مناولة بين مدرب الأول ورقم الثلاثة بعد الانتهاء من الموانئ ثم مناولة من المدرب الثاني إلى اللاعب رقم الثلاثة بعد الانتهاء من رفع التعرج على الأقمع ثم الانطلاق لتصويب كرة من أين تأتي الكرة تأتي الكرة من زمين بالمجموعة شوفه رقم أربعة هو يحيئ الكرة عشان رقم الثلاثة يصوب ويروح خلف المجموعة المهاكسة يكون أربعة نام دون كرة يتحيئ للعمل البدني يعني ما يحتاج كرة من هناك اثنين بدون كرة لازم يبدأ حال ما أربعة يهيئ كرة إلى ثلاثة على الهذب الكبير يكون اثنين بدأ سلالة ومناولة مع المدرب الأول الرقم على الحلق ومناولة مع المدرب رقم الثلاثة ثم باتجاه الهدف لتصويب الكرة التي يلعبها له رقم خمسة لأن خمسة راح يبدأ بعد ما محتاج إلى الكرة فخلص اثنين بدأ من هناك أربعة خلص أربعة بدأ من هناك خمسة وهكذا واللي يخلص من هاي المجموعة اللي على يسار الهدف من يخلص يروح على يمي الهدف واللي على يمي الهدف من يخلص التصوير يروح على يسار الهدف وانسين كلها عب من اللعب يهدي لثمان مرات يكفي يكفي ثمان مرات يربع لك عشرين يقدر فيها سريع دقة بالمناولة وأحسن شيء درب المناولة من الحركة يأطين المدرب وانتوتش كوالي يأطين المدرب الثاني وانتوتش كوالي يأطين سميري المجاهز من جنب الهدف وانتوتش مو شوتنج بس فنش ماريت شوتنج خارج الهدف ولا أعلم الهدف ولا تصوو الكرة اللاعبين تصووووا بالكرة داخل الهدف هذه فكرة واضحة عما يعرف بالتدريب المدمج اللي يسموه بالمغرب العربي اللي أنا اسميه ساكرس بالسفق لو شلت الكرات الان رفعتهم من الصغرات ورفعت الهدف والحارس ونفذوا اللاعبين هذا التمرين انه اللاعب رقم ثلاثة يبدأ على الموانع ثم يروح وين على الأقمام ثم يهروي للجهة الأخرى يكون اللاعب ذاك ثنيا بدأ على السلالم وبدأ على الحلق يبدلون يرجعون ثنيا يرجع مكان ثلاثة ثلاثة يرجع مكان اثنين من خلال العمل على الأدوات فثلاثة يروح يعمل على الحلق ثم على السلالم ثم يروح خلف الجد مجموعة مان خمسة هذا اثنين اللي بدأ منها بعدين يخلص على السلالم بعدين يخلص على الحلق يروح يهو على يسور ضم التعرج على الأقمام ويسور الرقضة السريع على الموانئ أو ركض آخر أو إذا تريد قفز إذا الموانئ جدا واطئ لا يحتاج إلى طور عالي وهكذا تدريب بدني بدون كورا غير مرفوض وإنما ممتاز يمكن أن تزيد عدد الأدوات المساعدة في التدريب ممكن أن تزيد نوع الحركة غيرها هاي راجع لك هذا غير ممنوع ما في حد حاقل يقول ممنوع تمارين جيدة لشحن أجهزة الطاقة الهوائية وغيرها ومهمة وتنفذ خلال كل أسبوع لكن أنا أقول الأسبوع كله يعني يا ريت خصوصا من تدخل فترة المنافسات أو الإعداد الخاص يا ريتكم هناك يومين بالأسبوع هو تدريب مدمج أو ما يرغب تدريب الكرة تدريب إياقة البدنية الكروية بالأدوات المساعدة وبعدد معين من الكرتان دكتور مبقلونة أتمنى لكم رمضان سعيد وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يزيل عن هذه البشرية كلها هذا الداء البلاء ولا يزيل البلاء إلا الله تعالى سبحانك ربي مع السلامة وشكرا أكرر اليوم الحمد لله بدأنا اليوم الأول من رمضان وشكرنا الله على نعمة ما وثر لنا من طعام وشراب وراحة نفسية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر